مرحبا فيكم حبائي ببرج القوس شاء الله يكون شهر خير على الجميع رح نشوف طاقتك هذا الشهر ورق بشكل عام شوي لمحة عاطفية عن العاطفة تحزير ومسج من الحبيب خلينا نشوف طاقتك كيف عامله هذا الشهر تركيزك على شو رح يكون يا قوس يا قوس طلع مقلوب هاي طاقة الأوهام أو الأكاذيب اللي كانت من حواليك خلينا نقول بالفترة الماطية طلع مقلوب في نهاية لإلها في حد لإلها ولكن انت اللي رح تحط هذا الحد لأنه هاي طاقتك انت انت اللي رح تصرف طاقة على هذا الموضوع يعني شيء منيح شيء مبشر بالخير شوف بشكل عام خلينا نقول للطاقات في عندك قوس أو أسد عم يطلعوا له كل الأبراج طيب في عندك ميزان ممكن يكون في عندك طاقات ترابية عم تبين كتير طاقات هوائية ونارية بشكل عام من بعد صبر من بعد تعب عم بشوف من بعد ما كنت حامل حمول يعني في في مسؤوليات يعني عليك كلياتها عليك انت المطلوب منك يمكن تصرف انت المطلوب منك انه تعطي انت تعتني انت يمكن تكون للأب والأم بنفس الوقت أو شخص عندك مسؤوليات كتيرة أو انك شاعر بانه في حمول كتير فوق ضهرك ما عم تقدر تخلص منها لدرجة انك عم بتفكر بالسفر وفعلا ممكن تاخد خطوة السفر ممكن تسافر هذا الشهر يا برج القوس عم بتكون طاقتك انت أساسا ناري وطاقتك عم بتكون نارية أكتر عم بتكون بدك الأمور بسرعة تتم بدك ما عندك صبر ما عندك كذا ولكن بشكل عام عم بشوف الشمس بدشره يعني من أول الشهر رح تحس انه بعدين في أمنية رح تتحقق عندك حققت جزء ورح تكمل تحقيق الأمنيات أو في أمنية معينة رح تتحقق أنا بشوفها على صعيد عملي أكتر ما هو عاطفي وممكن يكون طبعا عاطفي إذا كان مع شخص مائي أو قوس أو أسد ناري بشكل عام أو معي شايفة إنه رح تبدأ بداية جديدة بداية جديدة مع نفس الشخص القديم إذا كان في سيناريو عاطفي بداية جديدة مع نفس الشخص القديم أو شخص أنت كنت تستنى أو منتظره إليك فترة عم بتراقبه هو عم براقبك دائما الأشياء العاطفية أو التوقعات العاطفية بتكون أحيانا عكسية عم بشوفك منتظر مترقب ما بدك تعمل ولا إشراء ولا شيء خلص خلصت أعطيت عملت تساويت بكفي وعم تستنى النتيجة عم بشوف النتيجة بتجيك بطريقة غير متوقعة يمكن أنت كنت عم بتأجل موضوع عم بيكون في عندك شوي صراع نفسي ممكن بين العقل والقلب ما بعرف في عندك نوع من الصراعات كانت أو رح تكون في الأسبوع الثالث احتمال ولكن رح تنتهي بقرار منك يعني صارم خلينا نحكي وهذا القرار رح يجيب لك بداية جميلة البداية اللي قلنا عليها أنا حاستها عم تكون على الصعيد العاطفي وعلى الصعيد العملي بنفس الوقت عم بتكون في بدايات جديدة عندك إما مع شخص قديم إذا كان في عندك شخص موجود أساسا في ضغطك أو إنه على صعيد العمل عم بتكون في عمل جديد فكرة جديدة ممكن تطور في نفس العمل خاصة إذا كان مديرك من برج ترابي أو ناري فهو ممكن يرقيك أو ممكن يعطيك مسؤوليات اللي أنت كنت تحسها إنه كتير يعني كنت تطلع عليها بطريقة سلبية هي بالعكس هي رح تجيب لك السمعة الطيبة ورح تجيب لك الترقية ورح تجيب لك أشياء حلوة ما بعد هيك فعادي جدا أنا بقول لك اتعب أول فترة من الشهر ما في مشكلة لأنه بعدين في النصف الآخر من الشهر وكأنك عم تحصد النتيجة عم بتكون في كارما في الموضوع في شخص ظلمك ممكن يكون طاقته مائية أو هوائية هذا الشخص أو نارية ممكن تكون هذا الشخص عم تاخد حقك منه على العلم يعني قدام الناس زي ما راح حقك قدام الناس أو نهنت أو كذا يعني راح يرجع لك حقك بنفس الطريقة وشايفيتك منتصر منتصر على شخص أو على موقف على شخص ممكن يكون برجه هوائي ممكن يكون برجه ناري شايفي فيه انتصار على هذا الشخص وهذا الشخص حتي ما لك بيكون أنثى هذا بشكل عام وشايفي فيه فرصة السفر حلوة ولكن انت يمكن تأجلها لأنه ما شايفيتك مسافر ولكن فيه فرصة سفر خلينا نشوف العاطفة بشكل عام كمان اشتركوا في القناة حبيبي انت باع حالك ممكن تكون عندك مشكلة بالشاكرات وحدة على الأقل فبس تهتم في هذا الموضوع تعمل استشفاء إذا قدرت هذا الموضوع شايفيته على استشفاء وعلى النهاية رح يموت رح ينتهي هذا الموضوع اللي عندك يا المشكلة اللي في الشاكرات أو الطاقة السلبية خلينا نقول أنا مش حبي حكيها أنه طاقة سلبية سحر عين حسد رح تنتهي ممكن في هذا الشهر في أوله أو في النصف الأول لأنه كانت عم بتشكل لك تأخيرات على الصعيد العاطفي أكتر شي لأنها طلعت بالورق العاطفي شايف ممكن جدا أنه خلينا نحكي يكون في ناس رح تترك حدا قديم في حياتكم موجود وخاصة إذا كان برج السرطان أو برج مائي وتبدو بداية جديدة مع شخص مختلف تماما مع شخص جديد بداية جديدة هذا السيناريو للأشخاص اللي يمكن ملوا خلاص من الطرف الآخر أو الشريك كانوا عم يستنوا إلى فترة طويلة عم بشوف نهاية وبداية مع شخص آخر بفعلا شخص جدي شخص عم بيكون مائي أو ترابي عم بيكون جدي أكتر عم بيكون بيستحقهم فعلا من زمان عينوا عليهم أو يعني من هذا القبيل شايف بالنسبة للمتزوجين في مشكلة عابرة ممكن أنه يعني يتعرضوا لها ممكن يكون في شك إما أنت تشك بالشريك أو الشريك شاكت فيك في موضوع من المواضيع ولكن بمشي الموضوع يعني العجلة بتمشي ما في يعني مخاوف من هذه القصة عم بيكون في بالنسبة للمنفصلين حتى للمرتبطين مراقبة شديدة من الطرفين لبعض عم بيكون في زكريات طاقة زكريات كبيرة خاصة في الأول الشهر عم بشوف شوي شوي عم الفرحة من بعد تعب يعني ومن بعد فترة طويلة من الانتظار من الظلمة ظلمت في هاي العلاقة يمكن أعطيت كتير فعم تسترد اللي أنت أعطيته عم بيردلك إياه الشريك ولكن هذا الشريك شوي بطيء شوي شايفيته بطيء أو عنده شوية مشاكل عنده عوائق فيه كان طرف ثالث مسيطر والآن عم بتلاشى طرف ثالث قلنا حبايبي مو شرط خيانة يعني ممكن يكون أي عائق في العلاقة شايفي فيه علاقة جدية بالأفق حتى للمنفصلين مبنية على أسس مبنية على أسس يعني ثابتة مش حكي فاضي أو مش أوهام أو مش وعود بالهوى عم بيكون الشريك صادق وعم بيوعوده وعم بنفذها شايفيته عم بنفذها وهذا الشخص من بعد المشاكل من بعد الكذا رح يرجع طبيعته معاك رح يرجع بصفاته اللي بلش معاك فيها خلينا نحكي ممكن للعزاب كمان يلتقوا بشخص منطقات مائية أو ترابية أو حتى ناريين ممكن يلتقوا بشخص جديد هذا الفترة هاي الفترة هذا الشخص ما عم بشوفه كتير جدي عم بشوفه شوي متلاعب عنده أساسا طرف وعم بيحاول أنه يدخل حياتكم للحفول على شيء ما يعني على مصلحة معينة عم يدخل حياتكم فبس نكون حزيرين إذن ورق بشكل عام جميل نشوف مسج من الحبيب ما قادر يحكي لنا إياها أو من عقل الباطن أو كلمة أو هون المسج عم بشوفه تكررت المسج معانا أنه أنا نفسي أجيب طفل منك عم بحلم أني أجيب طفل منك خلينا نشوف تحزير هذا الشهر للقوس آه لا والله هذا مش تحزير هذا عقد زواج عقد بيت عقد في عقد راح تتوقع عليه في ورقة اللي هي إما عقد زواج أو عقد يمكن عمل في عقد راح تتوقع عليه في ورقة راح تتوقع عليها يا آس اللي نشوف oracles اللي نشوف بقول لك افرح انبسط سرخ وكأنه بيقول لك يعني أنا بترجمه أو بفهمه إنك عم تكتم كتير يا قوس في داخلك عم تكتم أمور كتير فبيقول لك احكي سرخ عبر ما تضلك ما تضلك ساكت ما تضلك في نفس الطاقة اللي عم بتحوش طاقة سلبية عم بتحوش تراكمات لا طلحها كل ياتها أول بأول كون زي الأطفال بقول لك شاوت يعني سرخ حتى تحصل على السعادة فلازم تفرغ لجواتك لازم تطلع لجواتك حبايبي برج القوس وشوفكم بالفيديو الجاي باي ترجمة نانسي قنقر